بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرية اليوم هنتكلم مع بعض عن رؤية الزواج ولكن رؤية الزواج الخصب لما شوف الرؤية انه يعني بيتزوج غصبا عنه اولا الرجل لما شوف الرؤية دي من الرموز اللي شوية للأسف بتدل على بعض الابتلاقات او بعض الصعاب اللي ممكن يمر بيها الزواج الخصب بالنسبة للرجل من الرؤية اللي بتدل على فرصة هتتيح ليه ولكن هو هيرفضها او مش هيستغل لها ممكن تكون الفرصة دي خاصة بفرصة عمل كمان من الرؤية اللي بتدل على دخوله في مشروع للارتباط او علاقة عاطفية ولكن الموضوع هينتهي بسرعة ومش هيكمل كمان الزواج الغصب برضو من الرؤية اللي بتدل على فرصة هيتفرد عليه امر معين ومش هيقدر انه يهرب من الامر ده كمان المرأة لما تشوف ان هي بتتزوج غصبا عنها احيانا بتدل انها بتحاول تهرب من مسئوليات او واجبات عليها كمان الزواج بالغصب احيانا بتدل على رفض الانجاب او رفض الحمل من الرؤية برضو اللي ممكن تدل على تعرض المرأة لازى او لضرر لو كانت امرأة حامل وشافت ان هي بتتزوج غصبا عنها فمن الرؤية اللي بتدل على مشاكل او مشحنات بينها وبين زوجها كمان المرأة المتزوجة ممكن كده برضو الزواج الغصب احيانا بتدل على ازمة صحية ممكن تواجهها المرأة خصوصا في فترة الحملة او في الولادة كمان الزواج الغصب للفتاة او للمرأة بشكل عام من الرؤية اللي بتدل على عدم استقرار في حياتها سواء في حياتها الشخصية او في حياتها العملية لو كانت بتعمل فممكن تدل على عدم استقرارها في عملها كمان الزواج الغصب للفتاة العزباء احيانا بتدل على مشروع ارتباط ولكن ممكن يعني مشروع ارتباط ممكن ما يتمش احيانا كمان لو هي بتعمل ممكن يدل على عدم استقرارها في عملها او مشاكل ممكن تحصلها في عملها اشتركوا في القناة